عايز اقول لك الحاجة عزيزي المشاهد وعزيزاتي المشاهدة قبل ما نروح للخبر اللي بعده اللي حصل في مصر خلال كام سنة قليلين نافاته هو كبير وعارف انا كويس انه الرد على اللي انا بقوله يا يوسف واصلة دلوقتي والاسعار والوضع كل ده كلام مفهوم بالمناسبة جدا ومقدر جدا ومش هقولك الجملة اللي انا احنا قلناها انا ولا اي حد من الزملاء ولا اي حد ما بيكتب في الجرائد او السادة المسؤولين الاخره انه ده وضع اقتصادي عالمي لكن في توقعات لتلاتة وعشرين انها تبقى سنة صعبة برضو على العالم كما حدث في اتنين وعشرين وقد تكون اصعب وفي توقعات بتنتقي بعض الدول وبتشوف انه من الوارد انه تبقى اوضاع الاقتصادية افضل سيبنا من ده ومن ده انا هقولك بس هي بالعقل وبالمنطق بالراحة كده احنا عارفين ان احنا جينا في اتنين وعشرين افتتحنا اول مصنع ومجمع علينا لمسألة تصنيع او استغلال الرملة السودة واحنا عارفين ان احنا بنشتغل في قناة السويس على مصنع للفايبر اوبتيكس ايم على الرملة البيضة والسيلي كعالية النقاء اللي موجودة عندنا في مصر دول على سبيل المسألة الحاصر مش بس هكلمك على الغازة الطبيعي مش بس هكلمك على قدرتك على انتاج الكهرباء النظيفة او الهايدروجين الاخضر وكده كده احنا كنا الحمد لله في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ قاب 27 مضينا مجموعة من الاتفاقات الكبيرة والمحترمة شكل الاصلاح الهيكلي اللي كان بيتعامل في الاقتصاد المصري من 16 حتى هذه اللحظة زائد البنية التحتية المصرية اللي مش هقولك اكتملت ولكن اللي ماشي يا بواتيرة شديدة التصارع تدفع بالمنطق بس تدفع للمزيد من الاستثمار في هذا البلد وفي مناطقه الاقتصادية وفي مجمعاته الصناعية في قدرات كامنة جوه مصر مزهلة لم تكن مستغلة زمان طيب اللي تعامل في خلال 8 سنين من 14 حتى هذه اللحظة كان المسألة بتاعت ازاي تقدر تفعل هذه القدرات الكامنة هل فعلناها بالكامل انا بقولك احنا اشتغلنا على ازاي نقدر نفعلها وبدأنا التفعيل 23 هتشهد ان شاء الله المزيد من ذلك مزيد يعني المزيد من الاستثمار مزيد من الاستثمار يسوي مزيد من المشروعات مزيد من المشروعات يعني المزيد من تقليل حجم البطالة يعني ايجاد فرص عمل اكتر ايجاد فرص عمل اكتر يعني فلوس في ادين الناس اللي هتشتغل اللي تشتغل حلوة تشتغل دي اللي هتشتغل لما الناس بتشتغل وتقبط فلوس أصبح فيه هنا إيه دورة رأس مال أسرع دي واحد اتنين كل ما بتزود فرص العمل وبتقلل البطالة ده معناها أن الحجم الاقتصادي بتاعك بيزيد وبيكبر والعالم يعتمد على بعضه البعض اقتصاديا معدل الاعتمادية في الحالة دي على مصر بيزيد شوية كمان لأن اقتصادك أصبح أكبر أو أصبح أقوى أصبح أرسخ أصبح أكثر حداثة وعصرية يعني يتواكب مع الناس بتاع بلد بره هضرب لك مثل اللي عنده ابن أو ابن بيدرسه بره هو هيبقى فاهم اللي أنا بقوله بس مهم ان سيادتك تعرفه احنا عارفين مثلا ولدنا سبيان الولاد بيدرس بره فلازم ان هو بيخلص أوراق كتير لما بيجي ينزل أجازاته عشان يعرف يرجع تاني يكمل دراسته علشان الجيش على سبيل نسان عشان التجنيد طيب لك أن تعلم أن كل العملية اللي كنا على أيام يناخد فيها أيام أو أحيانا أسبوعين ثلاثة أربعة يجوز يكون أكتر عمليا ما بقاش كده انت خلال أقل من خمس أيام عمل أنا بقولك ده عن تجربة حصلت جوا بيتنا أقل من خمس أيام عمل بتكون مخلص كل ورقك وانت تقريبا في بيتكو بتنزل مشوار واحد بس واحد مش مشوارين هو مشوار واحد كل حاجة بتخلص أونلاين عن طريق التطبيقات وعن طريق الويب سايتس وعن طريق اللي اسمه إيه ده واتساب وبتجي لك حتى الموافقة بتاعة الصفر على تليفونك لو أنا كنت قلتلك الكلام ده من ثمان سنين مش من عشرين سنة كنت هتقولي انت يوسف عمال بتخاطرف انت حررتك عليه بس ده اللي حصل دلوقتي مش مصدق اسأل أي حد حواليك يكون عنده ابن ولا ابن بقى دفع له من المصاريف ولا خده منحة مش دي القصة اسأله تحديدا على الولاد اللي هي المسألة تبقى أصعب قلوا الإجراءات بتخلص إزاي وفي كام يوم أنا جربتها بنفسي وشفت أقل من خمسة أيام عمل بتخلص طب هتخلص كده إزاي أو إيه اللي حصل ما هو أكيد أكيد مش جني المصباح طلع من مصباح علاء الدين خلص إطلاقا وبالمناسبة هي مش محتاجة أي وصايت ولا أي بتاع خالص انت بتبعد في طلبات وانت قاعد أونلاين بيجي لك الردود عليها وبيجي لك رقم الواتساب اللي هتتواصل عليه والرقم بتاع الواتساب بيرد عليك بمنتهى السرعة والكفاءة بمنتهى السرعة والكفاءة والدقة بالمناسبة ولو أنت كاتب من علومة مش دقيقة بيرجعوا يردوا عليك بمجموعة من الأسئلة عشان يتدقق المعلومة لو أنت عاوز تكتب رقم قومي أو بيانات معينة بيدقق معاك كل حال أقل من خمسة أيام عمل بتبقى القصة خلصانة حصل إزاي حصل لأنه فيه شغلة عمل حصل علشان لما بنيجي نقول حكومة مرقمنة وأعمال كلها بتتعامل بطريقة رقمية حصلت طب كنت هتحصل كده إزاي يعني البروسيس أو العمليات دي كلها تتم إزاي من غير وجود بني أساسية تستوعب ده هو ده جزء من الحاجات اللي حصلت في مصر خلال كم سنة القليلين اللي فاتوا بس تعالى أخذك في حتة تانية هل الدولة بس مهتمة بمسألة الرقمانة والتكنولوجيا لا هي الدولة مهتمة كمان بأنه لما أجي أقولك أنا بكبر اقتصاد الدولة وبخلق فرص استثمارية جديدة عشان أخلق فرص عمل جديدة يبقى أنا محتاجة أضرر بالناس وأعلمهم بحيث أن سوء العمل يستقبلهم بسلاسة وبسرعة فتلاقي حياة كريمة عاملة مجموعة من الوحدات المتنقلة للتدريب على سوء العمل سوء العمل اللي بيبدأ تبقى لقانون المصري من 18 سنة لحد 45 سنة إذا كنت محتاج بقى تدريب يعني يبقى عمليا هو فيه تدريب عمليا أنا بجهزك لسوء العمل طيب أنا بجهزك لسوء العمل ليه لو أنا ما عنديش فرص عمل ده معناه أن أنا عندي رؤية وضحة لخلق فرص عمل جديدة وبعضها جاهز الآن